اشتركوا في القناة 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 اللي بالحارة بتجي بتمكش اللي بتنفل الزبالة فإحنا شو ممكن نعمل ممكن نجيب بالصابون نبرشه ونرشه على البرميل الزبالة اللي بره البيت أو ممكن نجيب المادة الأمونيا أو النشادر برضو منرشها على الزبالة فما بتيجي طبعا ريحتها كتير قوية فبتبعد القطاط وبتبعد الكلاب حتى الدبان إنه يجو يتكثر فيها بس عم تقولي حضرتك بالفعل في بيوت كتير نظيفة بس سبب اندفاع الحشرات مع درجات الطقس المرتفعة بتشعري يعني إنه أول ما يصير فيه منفذ معين بتلاقيه بسر موين طلع عم بفوت صح يعني هي بالتأكيد الحفاظ على النظافة ده عامل بجنب لكن قدي درجات الحرارة بتلعب دور أيضا وقدي هي عامل مهم طبعا درجات الحرارة كتير مهمة حتى يعني فيه ناس بطلعوا بيسهروا مثلا بره بالصيف يعني كأنك إنت عم بتقولي النموسي تعوي قرصيني يعني بتكوني قاعدة مثلا على البارندة أو على البالكون من الشغلات المهمة برضو نسكر المناهل عفوا الشباب كتير منيح أي أشقوق موجودة عندنا بالشبابيك عطول نسكرها لأنه بتفوت الحشرات وبتفوت العناكب كمان نفس الوقت هلأ برضو بركي حكينا شوي عن العناكب كمان كتير مهم أنه إحنا يعني أي أساليب وقاية ممكن نعملها هلأ رح أحكي لهم وإحنا عم نشرح كيف ممكن يمر وقاية كمان الأساليب اللي بدك تعمليها هي تنطبق على جميع الحشرات سواء نموس دبان أو الأشياءات هاي اللي تزحف هلأ في كل شيء له طريقة معينة يعني رح نحكي نبلش عن النموس لأنه هلأ النموس منتشر بشكل كتير كبير إحنا رح نعمل له مصيدة للنموس بطريقة كتير بسيطة وصديقة للبيئة هاي طبعاً أنينة ماي ممكن حتى أنينة مشروب غازي أي مشروب عندكم رح نقطعها بهذا الشكل يعني تلتين بتلت هيك أو ممكن نعملها أقصر شوي ورح نجيب هذا الجزء الفؤاني طبعاً بيكون إلها غطاء رح نقيمه ورح نحطه بشكله بهاي الطريقة هلأ إحنا رح نعمل مصيدة للنموس هذا الجزء طبعاً إحنا ممكن نلفه بتب عشان نسبته أكتر هلأ شو رح نحط جوها هاي الأنينة رح نحط فيها تقريباً كاسة ماي لو دافية بيكون أحسن حس حالها ستكة إنها عم تعمل خميرة للعجينة ورح نحط تقريباً معلقة صغيرة من الخميرة الخميرة الفورية موجودة أظن في كل بيت خميرة الفورية ورح نحط تقريباً ثلاث معالق سكر هلأ منحط ثلاث معالق سكر تقريباً نموس بيحب السكر هلأ إيش اللي بيصير هلأ زي أي ستة بتعمل معجنات أو بتعمل عجينة رح تلاحظي إنه هلأ بعد ما نحطها إلى فترة الحميرة تكبر رح تنفش رح تنفش أيوة الخميرة رح تتغزع السكر رح تطلع غاز تاني أكسيدي الكربون غاز تاني أكسيدي الكربون هذا اللي بيجذب النموس ليش إحنا دائماً ننقرس أكثر إشي وإحنا نايمين لأنه إحنا مناخد أكسيدي الكربون فغاز تاني أكسيدي الكربون بيجذب النموس فإحنا بهذه الطريقة عم نجذب النموس لحتى يجي أفوت لأنه رح يترك كل شي حواليه رح يجي هون ولو بس بيقرس مو مشكلة المهم الزنة اللي بتفايقك الزنة هاي ما عنديش مشكلة بالقرس بس الزنة أكيد هلأ الأفضل إنه إحنا ننفل أني نهاي بكيس أسود هلأ ليش اللون الأسود إحنا اخترناه لأنه النموس برضو بنجذب للون الأسود حب الليل بالليل طبعاً لا والله بحب الساو مرات كمان هو هلأ فيش فيه شغلات حتى فيه أنواع بواو بتجذب النموس أكثر من أنواع هلأ منحطها طبعاً بهذا الشكل منخلي الفوها يعني موجودة مفتوحة ومنحطها مثلاً فوق الخزاين أو فيه أي زوايا بعيدة طبعاً عن الصغار وهي أو حتى ممكن بالحديقة نحط هاي المصيدة ورح يجذب النموس هلأ النموس بحب اللون الأحمر وبيحب اللون الأزرق وبيحب اللون الأسود زي ما قلنا بكره اللون الأصفر بيجي خسو يعني فيه ناس حتى بيقولك ليش بيجي بترك النموس كل الدنيا وبيجي بقرصني أنا فيه ناس معينين في البيت تلاحظ إنهم بنقرص ناس اللي زمرت دمهم أو بقرصهم النموس أكتر والناس اللي رياضيين واللي بيعرقوا كتير والحوامل البشرة الفاتحة أنواع البشرة ممكن حتى إذا أنت حتى عطر ممكن يجي النموس لقرصك لأنه كل شيء هاي الشغلات بترجذبه بدي بس أسأل سؤال لو سمحتي هاي مثلاً بغرفة مساحتها ثلاثة في أربعة وأربعة في أربعة وشو ما كان بتأدي ممكن نحط أكتر من واحدة وهي ما بتأذي أبداً يعني لا لا طبعاً هلا احنا نراعي أنه كل فترة نغيرها لأنه خلص الخميرة بتكون تغزت على السكر وبتروح مفعولة فنجددها كل فترة قدي الفترة يعني ممكن كل أسبوع احنا نفقدها كل فترة وفعلاً بتلاقي فيها النموس بنزل النموس جوه رح ينزل ورح ينحشر لأنه الفوها صغيرة ورح ما رح يقدر يطلع هاي الطريقة رح نحكي كمان عن شغلة تانية عشان النموس بس ممكن احنا الغرف اللي فيها أولاد صغر نحط رحان أو نعنع في البيت أو في الغرفة بكرة كثير رحة النعنع والحصلبان والريحان هاي الأشياء بطلع روايح ممكن احنا ندهن أجسام الأطفال بزيت النعنع قبل ما ينام ممكن نخففوا شوي بابي أويل أو بابي لوشن لأنه حد شوي ممكن يخفف عشان نمنع برضو النموس إنه يقرس الصغار وهم نعمين يعني بدل هالكريمات اللي بتقول لك ريبالينج يعني إنه بتضرد النموس سيلا ما بتيجي على سطح الجلد بالضبط منخفف كيمويات يعني طبعا ممكن تكون طريقة بسيطة وكتير أرخص يعني بنفس الوقت من الشغلات كمان اللي كتير بيشكوا منها ستات البيوت دبانة الفواكه هاي الدبانة صغيرة كتير بتكون في المطبخ أو مرات عفوا بالحمامات دبانة كتير صغيرة وهاي أرصدها أتولية يعني يعني فضيعة بتلزى يمكان اه بتلزق فهاي داما لأنها اسمها دبانة الفواكه معناتو بتحب الفواكه فإحنا رح نعمل لها مصير دي كمان باستعمال الفواكه رح نجيب أني كاسة أو مرتبان رح نجيب مرتبان أو كاسة أو أي إشي عنا في البيوت برضو رح نحط في مي طبعا المي إشي أساسي في الخلطات هاي لش عم نستعمل مي إحنا المي عم نستعملها لأنه الدبانة أو النموسة أو أي حشرة بتنزل فيها بس تنزل بتألو جنحاتها تغرق يعني بتبطل تقدار تطلع هلأ رح نجيب عندنا هذا النايلون مي دافية كمان لأ مي عادية هلأ رح نعملها مسيدي بوسط أي نوع فواكه عندنا ممكن دراء مثلا ممكن موزة ممكن أي إشيء تجيب انجاسة كمان تجيب انجاسة بالظبط ورح نحطها جوا الكاسة بهذه الطريقة تمام ورح نجيب النايلون الشفاف هاد رح نقطع شقف منه ورح نحطه على وجه الكاسة أو المرتبان أي إشي عنا بهذا الشكل نسكره كتير منيح بعدين منجيبنا كاشة سنان أو أي إشي عنا ورح نعمل فيها ثقوب بأساس نسمح لهاي الحشرات إنها تفوت فيها طبعا منحطها في محل أي محل بتأدي هاي هالأدة صغيرة ممكن نوسعها شوية بس هي بتفوت لأن كتير حشرة صغيرة فممكن نوسعهم أكتر شوي فبعد فترة بنحاول إنه نحطها بمكان مثلا ما يكون في حتى فواكه عشان ما تروح الدبان على الفواكه تيجي في المصيدي هاي وبعد فترة رح نلاحظ إنها لمات كتير عدد من الزباب الفواكه اللي بيكون منتشر في المطبخ أو في أي محل هلأ إذا الدباني هاي موجودة في مصرف الحمام بايدن عنكم يعني ممكن إحنا نفتح المصرف ونرش فيه شوية كلور يعني استعمل الكلور فيه لأقصى الضرورة يعني ممكن برضو يقضي على بيوضها ويقضي عليها يعني ننتقل لنوع آخر من الحشرات بلاشت أحبك قبل ما تحكي بلاشت الفكرة بتاره فيه شغلة صرصور كتير بقرف من البشر وهو إذا صار فيه كونتاكت أو فيه تواصل بينه وبين بشر بفوت وبصير ننظف حاله فهو بقرف منك كمان زي ما أحنا بقرف منك بس هي القصة مش بس القرف القصة إنه عن جد فيه أشخاص أنا هذا اكتشفتوا يعني لأنني أنا كنت بعاني كتير من هذا الموضوع إنه فيه فوبيا إلى علاقة بالحشرات مثل ما فيه فوبيا مثلا للمرتفعات للأماكن الضيقة كنا هلأ المشاهدين يعني يقولوا يعني إحنا وين وحشرات وين بس يب الفعل يعني خوف مرضي يعني بدلوا واحد يتعاطى معه مضبوط هي يعني شر لابد منه موجودة يعني فإحنا رح نقضي برضو على السراصير هلأ فيه نوع سراصير تلع جديد واللهم عافينا يعني وباء وزفات عبيت فعلا مصيبة أحيانا ممكن أهل البيت يضطروا يرحلوا من البيت السرصور الصغير مش السرصور الكبير أو شوارب هذا اللي بنعرف كلنا شو هو؟ فيه صرصور اسمه تيفي كوكرش أو الصرصور الألماني طبعا هذا كتير راقي ليش اسمه تيفي كوكرش بحب يعيش في الأجهزة الكهربائية بحب يعيش في المايكرو ويف بالتلاجة بالتلفزيون هيك بحب الدفع والإلكترونيات هذا الجديد وليه يعني مؤذي هذا كتير صعب مقاومته يعني إذا بلش حط إجري في البيت رهيب جدا بحتل البيت بس يعني مؤذي إذا أرس أو كذا لا ما بيؤذيه بس وجوده كتير مقزز وتكثر بسرعة فهلأ في حالة النصار أول ما تبلشوا تشوفوه طبعا هذا ممكن يفوت مش بسبب قلات النظافة أحيانا أنت بتروحي على محل بيكون في من عنده هذا نوع الصرصير ممكن يفوت بكيس معاكي على البيت أو ممكن بهدية من حدا فإنتوا انتبهوا كتير للكياس اللي بتفوتوها على البيت أي إشي كتوه كتير منيح وتأكدوا أنه ما في من هذا الصرصير لأنه فعلا وباء يعني فهذا الصرصير يعني أحيانا في ناس بيجيبوا شركة خاصة بيجي بترش وممكن على ثلاث أربع مرات لحتى يخلصوا منه الأجهزة اللي بتكون فيها عطول بكم تطلعوها كلها بره وتشمسوها كتير منيح وترشوها بمبيد كتير قوي هلأ أنا رح أحكي عن الصرصير العادية شوي بس المبيدات اللي منحطها أو منرشها كويقاية ممكن تطلعوا بره ممكن تقضي عليه بس بده أكتر من مرة يعني كتير كتير صعب هو التعامل معه رح نحكي هلأ عن الصرصير اللي شوي ألطف اللي هي موجودة طبعا في البيوت الصرصير طبعا رح نقومها باشي اسمه بوريك أسد الآن البوريك أسد طبعا مادة موجودة ممكن عند العطار يلقوها هي عشكل بودرة هيك طبعا هاي المادة هي أسد هي أسيد بس خفيف شوي مخفف بعدين موجودة في الفواكه عادي يعني موجودة حتى في البحار وفي معلومة قريتها عنها أنه بتحسي هناك لما تنزلي إذا غايصة هيك مرة في البحر لما تنزلي بالماء ما بتسمع صدل الأصوات في الماء السبب وجود البوريك أسد داخل الماء فهو من مكونات الطبيعة الأساسية يعني بس إيش بيصير فيه أنه الحشرات بتكرهه بقضي عليها وهو سميته ضيفة رح نعمل معجونة للقضاء على الصرصير ورح تستمر لفترة كتير طويلة سريعاني هذا مع وراء وقلم يسجلوا المقدير أوكي معلقتين كبار من الطحين أنا ما رح أخذ كل المقدار يعني أوكي رح نحط معلقة صغيرة معلقة كبيرة من البوريك أسد تمام ورح نحط معلقة كبيرة من السكر ورح نحط كمان معلقة كبيرة من الحليب هلأ إيش اللي بيصير؟ حليب بودرة حليب بودرة بالزبط هلأ اللي بيصير طبعا نخلطهم كلهم نحط شوية ماي إشي إنها تسير عجينة كيف السات اللي بتعمل كوكيز أي أيوة كعبلهم السات منيح طبعا تلبس كفوف تحاول ما تستنشق الخلطة تمام نعملهم على شكل كرات ومننشفهم على صانية أو إشي لتانيوم عبما ينشفوا شوية ما محط بالبرات لا لا طبعا ونتبهوا كتير منيح إذا في صغار ما يفكروهم إشي زاكي طبعا رفعوهم على محل عالي طبعا بتزيدوا طحين شوي إذا حسيتوها مرأة يعني كيف اللي بتعمل كوكيز بالظبط وبتخلوهم تحطوهم على سطح أو عنايلون بتحطوهم لينشفوا لتانيوم بعدين بتحطوهم في الزوايا المطبخ أو في أي مكان بتشكوا أنه في صراصير وراء الغسالة مثلا وراء التلاجة هالمحلات المغفية بالزقفية؟ بيجيبوا كلها هلأ كيف تشتغلي؟ بيأكلها هلأ هذا بيعمل سمية للصراصير كيف بيشتغل؟ إنه البوريك أسد مع الحليب بيعمل إشي اسمه بورات الكالسيوم بورات الكالسيوم بتفوت جوه معدته لصرصور بتعمله تكلس بطة لقدر عفوا يخرج وبصير يعدي بعضه فممكن ينفجر يعني يعني شكله الموضوع عن جد مهم جدا أنا عارفة أنه ضل في شوية وصفات بدكتاملية ورشادات برك إن شاء الله بالحلقة الجاي بنشكرك جزيلي شكر الأستاذة سميرة الكيلاني أهلا وسهلا فيك شرفتينة أهلا فيك شكرا ومشاهدينا فقرة تفسير الأحلام بانتظاركم بعدها الفاصل موسيقى 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 موسيقى